اكد اسمو الشيخ نصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن الإنجازات المتواصلة التي يحققها فريق فيكتوريوس البحرين للدراجات الهوائية تؤكد الروح العالية التي يتمتع بها الفريق حيث أصبح الفريق علامة فارقة في المشاركات الخارجية ودائما ما يبرهن بأن الخطة التي يسير عليها تساهم في الترويج لمملكتنا الغالية في المحافل العالمية وأشاد سمو الشيخ نصر بن حمد آل خليفة بحصول الدراج جان تراك على لقب بطولة سلوفينيا الوطنية لسباق ضد الساعة بعد أن قدم أفضل المستويات وتوج بالمركز الأول بجدارة واستحقاق ليضيف إنجازا جديدا للفريق يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة دائما ما تكون الإنجازات حافزا للفريق في المشاركات القادمة فالجميع يحرص دائما أن يكون على منصة التتويج وهذا عامل رئيسي في التشجيع والروح العالية التي يتمتع بها الفريق في مشاركاته وينحنا الحافز الكبير لمواصلة دعم الفريق في تحقيق النتائج الإيجابية وأضاف سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن فوز الدراج جان تراك بالمركز الأول في طواف سلوفينيا ضد الساعة وحصوله على اللقب سيكون عاملا رئيسيا في إعطاء زملائه في الفريق الدافع الكبير لمواصلة تحقيق النتائج المشرفة وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة كل التوفيق والنجاح لثريق فيكتوريوس البحرين للدرجات الهوائية في المشاركات القادمة